أستاذ راشا من بحر أحمد أستاذ راشا اتفضلي السلام عليكم فضلك الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخبار حضرتك يا فندم أنا سعيدة جدا 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 أنا تواصلت مع حضرتك يا فندم الله يرضى عنك الله يبرك في حضارك اتفضلي يا فندم أنا دلوقتي عندي ابني عنده 13 سنة وابني التاني عنده 11 سنة فأنا عايزك تقول لي أدعية معينة لأن ابني اللي عنده 13 سنة ده أوقات كتير جدا بيفضل يتعصب ويعيط قبل الامتحانات وببقى مش عارف أعمله إيه بيتعصب ويفضل يقطع الكتب بتاعته وببقى مش عارف أعمل إيه وبفضل أقرأ له كتير جدا في صورة البقرة وبفضل أصلي واسجد لربنا بس السنة دي حقلت له حاجات غريبة جدا قبل الامتحانات كان غريبة عليها بصراحة هقولك تعملي معها إيه يا حاضر فياريت تقول لي وتنزليني أدعية مباركة زي ما حضرتك بتنزليني كل مرة يا فندم وتقول لي يعني أعمله إيه لاني بجد بيتعني جدا جدا أي من المتحانات حاضر حاضر هقولك تعملي إيه يا فندم أول حاجة بس أنا هقول لحضرتك حضرتك واظبي على أنك أنت تقرأي الصلاة الكاملة أو الصلاة التفرجية اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله أقل حاجة 111 مر فواصبي على الكلام ده أو واصبي على قراءة ده أمر التاني والمهم جدا جدا وقولي يا لطيف 129 مرة على الأقل في اليوم طيب الحاجات دي لطيفة بس في حاجة تقانية أهم واضح أن أولادك مضوطين واضح أن أنت بتضغطي عليهم لأن واضح أن أنت بتقوم بدور الأب والأم فلو سمحتي ما تضغطيش عليهم اللي هما فيه ده من الزهق جاي من الضغط من ضغط إيه؟ إن هما عايزين يفرحوك عايزين يبقوا لأوائل عايزين يبقوا عندهم إحساس إن هما عملوا حاجة كويسة أو إحساس إن هما عايزين يهربوا من هذه الدخوط إذا كان العلم يجينا بالضغط ده والتعب يجينا بالضغط ده مش عايزين العلم ولا التعب ده فأبقل لي حضرتك إيه؟ ما تضغطيش عليهم أنت حاول بقدر الإمكان تعملونهم الحاجات اللي بيحبوها وحاول تخليهم يتعلموا بطريقة أنا أقول لي حضرتك الطريقة اللطيفة خليهم يذكروا نص ساعة ويقوم يلعبوا نص ساعة أو يقوموا يلعبوا ربع ساعة ويرجعوا تاني الطريقة دي هتخليهم يبقوا حريصين على المذاكرة وكمان سعداء بالمذاكرة خليهم يذكروا المذاكرة المتقطعة مش ياخدوا المذاكرة يخلصوها كلها لا خليهم يذكروا وهو دات من قبيل روحوا القلوب فخليهم يتراوحوا مش إحنا عندنا صارات التراويح كمان أنت يتعلمي أن أنت تخليهم في المذاكرة عندهم مراوحة يعني يذكروا يرتاحوا يعملوا حاجة بيحبوها يذكروا يعملوا حاجة بيحبوها إن شاء الله دا يكتب لك الخير إن شاء الله كثير